موسيقى نشت الثائثة عبر ششة ريبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين قوات حفتر تقصف عدة مناطق في بنغازي بالأسلحة الثقيلة ومجلس شورى ثوار يعلن مقتل عنصرين من قواته موسيقى محافظ ليبيا بمنظمة أوبك يقول إن إنتاج البلاد من النفط يصل إلى 600 ألف برميل يوميا ويؤكد أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتأثر بالتجاذبات السياسية موسيقى رئيس الوزراء البريطاني يؤكد ضرورة وجود حكومة قوية في ليبيا للعمل على مسألة الهجة غير النظامية موسيقى 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 أفاد عضو لجة التواصل الاجتماعي بمجلس شورى ثوار بنغازي زاروغا الكيلاني بتعرض مناطق الليثي وأردبعيرة وشارع فينيسيا للقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل قوات حفتر ما تسبب في مقتل عنصرين من شورى الثوار وأضاف الكيلاني أن قوات حفتر حاولت التقدم في منطقة الليثي ومحور أردبعيرة في بعطني مستخدمة الطيران العمودي والميغ والمدفعية وصواريخ الجاد وأكد عضو لجة التواصل الاجتماعي أن قوات شورى الثوار تمكنت أمس من تدمير ثلاث دبابات تابعة لقوات حفتر اثنتان منها قرب مصنع المكارون بالليثي وأخرى بمنطقة سيد فرج قال مصدر من مدينة درنة فضل عدم الكشف عن هوية ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية قام بإعدام أحد الأسرى قبض عليه الأسبوع الماضي في معارك رأس الهلال وأضاف المصدر ذاته لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عناصر التنظيم قاموا بإغلاق الطرق الموادية إلى ساحة مسجد العتيق أثناء عملية الإعدام وقتل أحد المنتسبين للتنظيم بيانا ومن ثم أعدم الأسير أمام عدد من أهالي المدينة الجدير بالذكر أن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية اتخذ من ساحة مسجد العتيق موقعا لتنفيذ أحكام الإعدام قال محافظ ليبيا في منظمة أوبك محمد عون إن إنتاج ليبيا من النفط يتراوح بين 450 ألفا إلى 600 ألف برميل يوميا وأكد عون في مقابلة تلفزيونية على هامش منطق أوبك الدولي عدم وجود عمليات لتهريب النفط الليبي مضيفا أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتأثر بالتجاذبات بين الأطراف المختلفة وهي تعمل بحياد لمصلحة الدولة الليبية إشار إلى أن ما يعرق الاستمرار الاستثمارات النفطية في ليبيا هو الوضع الأمني ورجوع هذه الاستثمارات مرهون بالتوافق بين الأطراف الليبية حسب خبراء اقتصاديين يضم إلينا عبر الأقمار الاستناعية من ترابلس الخبير النفطي فتحي بالحاج سيد بلحاج كيف تقرأ وصول إنتاج النفط الليبي إلى ما يقرب 600 ألف برميل يوميا سيد بلحاج هل تسمعني سيد بلحاج أنا أسمعك جيدا سألتك كيف تقرأ وصول إنتاج النفط الليبي إلى ما يقرب 600 ألف برميل يوميا والله الحقيقة لما تتحدث على إنتاج النفط في ليبيا في الأربع سنوات يتراوح من 150 ألف إلى 500 ألف أو 600 ألف برميل في اليوم وهذا ليس إنتاج حقيقي لأن الإنتاج الحقيقي هو مليون و 650 برميل في اليوم ولذلك يعتمد على ظروف كل حقل لوحده أو كل مرقع مساحة إنتاجية حسب الأوضاع الحرجة التي تمر بها ليبيا ولهذا الرقم يختفع عن الرقم الذي كان في الأشرة الماضية أحداث الحاصلة في ليبيا خاصة في الأربع سنوات الأخيرة نعم طيب ما هي الأسباب برأيك؟ لأن إنتاج ليبيا نعم سألتك ما هي الأسباب التي أدت لهذا الاتفاع في الإنتاج على الأقل عن الأشهر الماضية والله في سنة 1964 كان إنتاج ليبيا مليون و 500 برميل في اليوم وفي 1970 كان إنتاجنا 3 مليون فاصلة 3 في 76 هبط الإنتاج إلى 1.9 وقبل 2011 كان الإنتاج 1.6 ولذلك الفلكشويشن هذا الارتفاع والانخفاض يتأثر بما تتأثر به المنطقة لأن الاستقرار مهم جدا ولهذا لا تستطيع أن تحسب الإنتاج وكيف نزيد الإنتاج أو نخفض الإنتاج لأن طبعا المؤسسة الوطنية النفط هي التي تسير في أمور النفط وهي التي تخفض وهي التي تزيد الإنتاج حسب الكووتا بلوبيك ولكن في الوقت الحالي هو معالجات يعني هذه نتيجة لمعالجات بعض الحقول في إضرابات يعني هالأمور هذه هي التي تساهم مساهمة سيد بالحاج كيف برأيك يمكن تحييد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية بين الأطراف الليبية بالنسبة لي القطاع النفط هو قطاع يقولون حساس وهو قطاع أعتقد أنه هو القطاع الوحيد الذي ممكن أن نتفخ جميعا أنه مازال بكامل صحته الإدارية والاستقرارية يعني أنه يساهم وساهمة فعالة في الاستقرار ليبيا وبالتالي لابد أن تستقر ليبيا بحيث نكون نحن وصلنا لبرامج يعني هذه السنوات هذه الجديدة لازم نحن نطلع ببرامج جديدة innovative ideas of car جديدة بحيث أن نحن نفعل النفط لأن نحن أصبحنا دولة حقيقة بالنسبة للنفط أصبحنا دولة يعني تفتقر إلى الاستثمارات الشركات عامل أخذ نشاطاتها في دينا يعني متوقف على الاستقرار شكرا جزيلا لك الخبير النفطي فتحي بالحاجة قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في تصيح نمى مجلس العموم في يوم أمس إن البحرية البريطانية ممثلة في المدمر البريطانية بولوارك تلعب دورا أساسيا في إنقاذ حياة المهاجرين في البحر المتوسط مشددا على الحاجة إلى حكومة في ليبيا للعمل معها على إعادة المهاجرين الأفارقة إلى بلادهم ما نحتاجه لحل هذه الأزمة هو أمرا أولا حكومة قوية في ليبيا نستطيع العمل معها ويكون باستطاعتها العمل على إعادة المهاجرين إلى بلدانهم ثانيا نحتاج كسر الصلة بين الهجرة إلى أوروبا والحصول على حق اللجو إلى أن يتم ذلك سنقوم بما يمليه علينا واجبنا الإنساني والإخلاقي من إنقاذ هؤلاء المهاجرين وضع تقرير نشر على موقع ريد أناليسيز للتراسات وتحاليل استراتيجية أربع سيناريوهات متوقعة يمكن أن تواجهها ليبيا في ظل ما تمر بها أو ما تمر به حاليا من الوضع التقرير التالي يجمل أو يجمل أهم النقاط التي جاءت في التقرير نشر موقع ريد أناليسيز لدراسات والتحاليل الاستراتيجية معتبرها أربعة سيناريوهات متوقعة ستواجهها ليبيا في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ومن بين الخيارات المتوقعة التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار بالوسطة الدولية أو عبر استنفاذ الخيار العسكري داخليا أما السيناريو الثاني الذي توقعه التقرير فهو أن تستمر الحرب الدائرة في البلاد بشكلها الحالي أو أن تتطور إلى أشكال أخرى وبظروف مختلفة ما ينتج عنها تداعيات في مقدمتها التدخل الخارجي سواء من المجتمع الدولي أو عن طريق دول مؤثرة في الصراع الحالي كما تندرج احتمالية انتشار الصراع إلى دول المنطقة كما حدث في العراق والسوريا كأحد نتائج هذا السيناريو فضلا عن احتمالية أن تنقسم ليبيا إلى مناطق فيدرالية أو قبلية في ظل الفوضى السيناريو الثالث الذي وضعه الموقع في تقريره جاء على هيئة الحسم العسكري لأحد الطرفين حيث تنطلق فرضية هذا التوقع من اعتقاد بعض قادة الأطراف بضرورة الحسم العسكري وختم التقرير السيناريو هاتي الأربعة باحتمال سيطرة المتشددين سواء من تنظيم القاعدة أو ما يعرف بتنظيم الدولة على البلاد أو أجزاء منها إلا أن التقرير أكد أن سيطرة هذه التنظيمات على الأرض سوف تحتاج إلى ضم عناصر جديدة لكي تصبح قادرة على تحقيق أهدفها قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا براديوليون إن فجأ ليبيا ليست تنظيما إرهابيا بل شريك أساسي في حال الأزمة الليبية كما أن القوة الموجودة في طبرق وبعض المناطق الأخرى ليسوا عناصر النظام السابق أيضا وهم شريك مهم في حل الأزمة وأضاف ليون في افتتاح اجتماع القادة والنشطاء السياسيين الليبين بالجزائر أن البسودة التي ستقترحها البعثة يجب أن تكون الأخيرة وأشار ليون إلى أن الوقت قد حان من أجل الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وعلى الإطار الرئيسي الذي من شأنه المحافظة على هذه الحكومة أذى وأكد المبعوث الأممي في اجتماع القادة والنشطاء السياسيين الليبيين في الجزائر أن مصف ليبيا المركزي لن يكون قادرا على صرف الرواتب لفترة طويلة وأوضح حالي أن ذلك يعود لانخفاض مستوى إنتاج النفط مشيرا إلى أنه حتى لو عاد الانتاج إلى مستوياته الطبيعية فلن يكون بمقدوره إبقاء عجز الميزانية في مستوى يمكن ليبيا من الحفاظ على أموالها العامة وقال ليون إنه إذا لم تقدم جميع الأطراف الليبية المزيدة من التنازلات وإذا لم يتم استيعاب أن الأوضاع في ليبيا وصلت إلى الحد الأقصى فإن النتيجة ستكون أن ليبيا ستصبح دولة فاشلة التعليق على هذه المواضيع ينضم إلينا عبر الأقمار الإصطناعية من طرابلس المحلل السياسي جمال عبد المطلب سيد عبد المطلب بداية ما تعليقك على مساعي مشايخ وقبائل ومجالس عدد من المدن نحو التهديئة والصلح بسم الله الرحمن الرحيم نحيي قناة ليبيا الأحرار ومشاهديها الكرام الحقيقة هناك حراك بشكل عام حتى من قبل المدن من قبل التوار من قبل الرأي العام من قبل نشطاء من قبل مجتمع مدني مشايخ في حراك الآن وفي إحساس هناك قناعة تولدت عند قطاع كبير غالبية الليبيين شخصيات الليبية الوطنية بأن الوطن وصل إلى مرحلة حساسة وصعبة ولا بد من الآن الوطن في مفترق طرق إذا صح التعبير ولا بد من تقديم تنازلات ومن وقفة وطنية حقيقية من أجل الوطن واقتصاد والأجيال ومن أجل درء التدخل الأجنبي ومن أجل الأطماع الإقليمية الحقيقة مسألة المشائخ أنا عندي فيها وجهة نظر المشيخ في ليبيا يعني غالبية ما يسمى بالمشائخ والأعيان والحكماء وأنا خبير في هذا المجال كنت واحد منهم للأسف جلهم بقايا يعني متشبعين بفكر القدافي لا أعول عليهم كثيرا ولا يفهمون التورة وغير مقتنعين بها وما عندهم خبرة في مسألة الصلح طيب لكن بقية المجتمع المدني والشخصيات المثقفة والأحزاب وكذا وسط الفكرة في هذه النقطة سيد عبد المطلب تقرير نشر على موقع للدراسات والتحاليل استراتيجية أربعة سيناريوهات متوقعة يمكن أن تواجهها ليبيا في ظل ما تمر به حاليا من بين هذه السيناريوهات استمرار الحرب بشكلها الحالي ما ينتج عنه تدخل خارجي إلى أي مدى تتفق مع هذا السيناريو سيد عبد المطلب نعم هذا أحد السيناريوهات الحقيقة هناك هذا السيناريو من السيناريوهات التي لا نستطيع أن نستبعده بالرغم من معارضات كبيرة جدا من المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة وبريطانيا ومن قبل الدول وهناك معارضة من قبل دول الجوار وعلى رأسها الجزائر وتونس ضد مصر وضد تشاد والدول الأخرى التي تنادي بهذه القضية ولكن إذا لم يتفقوا الفرقاء وإذا لم يعني يصل المجتمع الليبي والشخصيات إلى حل واستمرت وطيرة الحرب يعني يصبح احتمال ترجيح سيناريو التدخل الدولي وارد يعني طيب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال إن حل الملف الهجة غير النظامية يكمن في وجود حكومة قوية في ليبيا يمكن العمل معها هناك من يعتبر أن المجتمع الدولي لا يتعامل بجدية مع هذا الملف ما تعليقك؟ نعم هو كلام اللي قال رئيس الوزراء البريطاني هذا من المسلمات لا يحتاج إلى خبير بمستواه يعني إذا استقرت الأمور وأصبحت هناك حكومة قوية جدا والمجتمع الدولي وضخ البترول وبدأ الوطن يستعيد عفيته جميع المشاكل سوف تضمحل وتنتهي وعلى رأسها هذه القضية ولكن أنا أقول وقلت في السابق أن الأوروبيين يتحملون جزء كبير جدا المجتمع الدولي وعلى رأسها أوروبا وجنوب أوروبا إيطاليا وفرنسا والدول المتضررة من هذا الموضوع يتحملون جزءا كبيرا من هذه القضية الهجرة الغير الشرعية لأن إيطاليا الآن ضعف لها الرقم أوروبا ضعفت لها الرقم ومستفيدة وهناك مافيا في داخل إيطاليا في داخل المنظومة الإيطالية وتستقبل يعني مستفيدة ماليا وكذا وتفتح بعد أن يصل المهاجري تفتح لهم الحدود وتتخلص منهم يتسربون إلى ألمانيا وإلى إسكندرافيا شكرا جزيلا لك استبعد وزير خارجية الجزائري رمضان لعمامرا أي حل عسكري أو أي تدخل أجنبي في شؤول ليبيا معبرا عن قناعته بأن الفشل ليس خيارا مطروحا في ليبيا وشدد لعمامرا في مؤتمر صحفي جمعه بالممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريغا موغريني ببروكسل على أن بلاده تبذل كل الجهود اللازمة بالتعاون مع المجموعة الدولية ودول جوار ليبيا لدعم جهود الأمم المتحدة وأشار لعمامرا إلى أن كافة الأطراف الدولية والإقليمية والليبية تفذل جهودها للتواصل حل سياسي للأزمة يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية معنا عبر الهاتف من الجزائر رئيس حزب الجبهة الوطنية محمد علي عبدالله سيد عبدالله ما الجديد في اجتماع القادة والنشطاء السياسيين الليبيين في الجزائر تحية طيب لك أخي الكريم ولمشاهدين الكرام هذه الجولة وهي الثالثة من نوعها في مصار الحوار الذي ترعى المتحدة يعني تناول شيء أين أعتقد في وجه نظري مهمات ربما طبيعة المرحلة والجدول الزمني الذي تفرضه التطورات على الأرض في ليبيا فرضت النقطة الأولى وهي أن ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق سياسي شامل يفرز حكومة وحدة وطنية يمكنها من بسط السيطرة الأمنية من خلال المؤسسات الدولة لمواجهة تحدي الإرهاب الذي أصبح ينتشر في كثير من مناطق الليبية هذا جانب وأيضا أعتقد أنه كان في إجماع في جلسة اليوم بأن ضرورة تحصل أطراف الحوار من المؤتمر الوطني العام ومن مجلس النواب الذي سيجتمع يوم ثمانية من هذا الشهر على الجلوس للحوار المباشر الجولات الصادقة كانت كان الحوار غير مباشر من خلال بعثة المتحدة أعتقد أن الأمر لا يحتمل المزيد من هذا التنطيط ولا نستطيع أن ننتظر المصودة الخامسة والسادسة والسابعة وجولات أخرى فهناك اتفاق على أن يجب تكون هذه الجولة هي الأخيرة وأن هذه المتوضة المفتقبة الرابعة يجب أن تتضمن تعديلات أعتقد كافية لكي ترضي الأطراف الجميع الأطراف والأهم من ذلك تعديلات تحقق الاستقرار الشامل الذي يفع إليه الشعب هل تم سيد عبد الله هل تم صياغة نص الختام البيان الختام لهذا الاجتماع نعم تري البيان الختام من حوالي ثلث ساعة تقريبا أحد المشاركين نعم وماذا وعلى ماذا نص هذا البيان يعني البيان أعرب عن إدراك الجميع لخطورة الأوضاع والتحديات التي يتواجهها ليبيا وضرورة الوصول إلى اتفاق سياسي شامل وأكد المشاركون أيضا رفضهم القاطع لاستخدام بحاجة ملحة لجعل استخدام القوة حكرا على الدولة كان فيه هناك تنديد ببعض التصريحات التي صدرت من بعض الدول الأوروبية للوصول الاتفاق للتدخل العسكري لمكافحة الهجرة الغير الشرعية أو هذه الأذريع التي تستخدم هذا الأمر طبعا مرفوض وحدد المجتمعون من تبعيات مثل هذا التدخل وإذا حق المشاركون الأطراف المعنية الرئيسية في الحوار على تحقيق تطلعات الشعب الليبي ووضع حد فوري لهذا الاختتال الداخلي من خلال شراكة سياسية حقيقية هو هذا الآن المبدأ هذه أهم نقاط نص البيانة الختابية ولكن سيد عبدالله المبعوث الأممي إلى ليبيا يقوم الآن بمؤتمر الصحفي بالجزائر ما هي أهم النقاط التي أشار إليها ليون وفي الحقيقة المؤتمر الصحفي لا يزال قائم الآن أنا غادرت المؤتمر الصحفي لإجراء هذا الحوار فالبداية الأسئلة كانت حول ما هو المرتقب للجولة القادمة في الصقيرات في المغرب وكان فيه توضيح حول أن هذا أعتقد حد يوم 8 يونيوو في هذا الشهر لبداية هذه الجولة الأخيرة من المتوقع أن يقدم المؤتمر الوطني العام بعد أن طوض خلال زلسته منذ يومين للاستمرار في الحوار ونشييف فريق الحوار للاستمرار في هذا المسار نعم شكرا جزيلا لك عبر الهتف من الجزائر رئيس حزب الجبل الوطنية محمد علي عبدالله شكرا جزيلا لك إذا مشاهدين الثالثة متواصلة وفيها بعض الفاصل اليوم انطلاق مهرجان لمة فرسان ليبيا تحت شعار ليبيا إلى السلام دعما للمصالحة الوطنية قوات حتر تقصف عدة مناطق في بنغازي بالأسلحة الثقيلة ومجلس شورة الثوار يعلن مقتل عنصرين من قوته موسيقى 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 محافظ ليبيا بمنظمة أوبيك يقول إن إنتاج البلاد من النفط يصل إلى ستمائة ألف برميل يوبيا ويؤكد أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتأثر بالتجاذبات السياسية رئيس الوزراء البريطاني يؤكد ضرورة وجود حكومة قوية في ليبيا للعمل على مسألة الهجرة غير الهضاء أعلن فرع الهلال الأحمر بطرابلس بدى مشروع السلة الرمضانية من أجل عانة الأسر المحتاجة قبل شهر رمضان المبارك وقال مدير مكتب الإعلام بفرع الهلال بطرابلس مالك مرصيت أنه تم ما صباح اليوم توزيع مساعدات بمقر الهلال الأحمر الواقع بشارة هيتي في طرابلس على عدد من المحتاجين وأضف مرصيت أن المساعدات تتمثل في مواد غذائية وتموينية يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان المبارك المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طرابلس مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس مالك مرصيت سيد مرصيت لو تضعنا في صورة مشروع سلة رمضانية الذي أطلقتمه بداية تحية طيبة لكل المشاهد من الكرام طبعا مشروع السلة المبارك الخيرية هو مشروع خيري أصلاقه شبابة الهلال الأحمر الليبي لفرع طرابلس يهدف المشروع إلى توفير المواد الغذائية الصغيرة والمعاوزة تضم هذه السلة رمضانية الخيرية أصنافا مختلفة من المواد البدائية والتي يكتر طلب عليها خلال هذا الشهر الفضيل وقد خصص شبابة الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس وصم أو هاشتاغ تحت عنوان هلالنا هلال الخير وذلك لجمع التبرعات والمساهمة في دعم المشروع الخير شكرا جزيلا لك مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس مالك مرسيط ينطلق اليوم قرب مدرسة الفروسية بمنطقة طريق المطار طرابلس مهرجان لم تفرسان ليبيا دعم للمصالحة الوطنية تحت شعار ليبيا إلى السلام وقال أحد منظم المهرجان خالد لفغين المهرجان سيستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبار من الساعة السادسة من مساء اليوم ويشارك فيها أكثر من خمسمائة فارس من مختلف مدن المنطقة الغربية الآن إلى عنوين النشرة قوات حفتر تقصف عدة مناطق في بنغازي بالأسلحة الثقيلة ومجلس شراثوار يعلن مقتل عنصرين من قواته محافظ ليبيا بمنظمة أوبيك يقول إن انتاج البلاد من النفط يصل لستمائة ألف برميل يوميا ويؤكد أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتأثر بالتجاذبات السياسية رئيس الوزراء البريطاني يؤكد ضرورة وجود حكومة قوية في ليبيا للعمل على مسألة الهجرة غير النظامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر